يتربص المجرمون العتيدون بكوابسنا وأفعالهم التي يصعب وصفها تمثل مفهوم الشر بحد ذاته ومع أن رجال الشرطة والمحققين الشرعيين يبحثون دائماً عن أدلة في مصرح الجريمة غالباً ما تكون الأدلة المدينة صادرةً عن المجرمين بأنفسهم إنه الاعتراف قررت أن أخنق المقابلة وجهاً لوجه وتتمثل باستجواب رجال الشرطة واختبار كاشف الكذب أو التقييم النفسي وسائل مثبتة لكشف الحقيقة لو كانت لدي عائلة لما وقعت في هذه المحنة دكتور مايكل ستون طبيب نفسي شرعي بجامعة كلومبيا في نيويورك أجرى مقابلات مع مئات من المجرمين خلال حياته المهنية ومحادثاته مع ثلاثة مجرمين تصور ما الذي يمكنه اكتسابه بخصوص عقول الأشخاص الذين يعتبرهم المجتمع أكثر الناس شراً كحقنة المخدرات قمت بالأمر لأشعر بالإثارة في الثمانينيات والتسعينيات جاب طامي لينسلز أرجاء الولايات المتحدة ورح يقتل الناس لعله قتل ما يربع على سبعين شخصاً سيندي هندي كانت حبيبة وشركة معذب متسلسل شهير هو ديفيد باركر راي ساعدت راي على اختطاف امرأتين وتعذيبهما أما نيثن بارجونة الخاطف ومغتصب الأولاد فمتهم بقتل صبي فما هي القوى التي حفزت هؤلاء المجرمين العنيفين تحدث كثيرون عن أن أحلاماً عنيفة كانت تساوره قلت لك إننا لن نسلك هذا الاتجاه شتان ما بين قراءاتي عن أولئك الرجال وأفعالهم ورؤية الشخص بلحمه ودمه أمامي مقابلات دوكتور ستون مصممة لتساهم في كشف دوافع المجرم ووسائله ما مميزات شخصياتهم؟ ماذا حدث في ماضيهم؟ هل تعرضوا لاعتداءات جنسية؟ كم واحداً منهم أصيب بمرض نفسي؟ قصد دوكتور ستون سجناً محصناً في تاكساس لكي يقابل أحد السفحين الأمريكيين الأكثر وحشية اعتقل تومي لين سيلز عام 2000 واعترف بخمس عشرة جريمة قتل لكن عدد ضحايا قد يكون أعلى كان سيلز هائماً يجوب البلاد ويقتل الرجال والنساء والأطفال خلال الاستعداد للمقابلة درس دوكتور ستون هدفه كان يقتل البشر كما ندوس الصراصير في المطبخ حكم على سيلز بالإعدام عام 2000 وهو ينتظر الإعلان عن تاريخ إعدامه ما يدور في بالي حالياً هو افتتاحية كتاب جحيم دانتي تخلى عن الأمل يا من تمنحه سيد سيلز أنا دوكتور ستون وقد وضعوا هذا الزجاج لألا ينقض أحدنا على الآخر لن يسعك الاقتراب أكثر لن يقتل أحدنا الآخر لقد توقفت عن القتل أجل إذا سألتك كم شخصاً قتلت ماذا سيكون جوابك أنت تحاول إرباكي لا أعرف قم أنت بالحساب ضحيتان أو ثلاث أو أربع في السنة على مدى عشرين سنة فما المجموع ورد في الكتاب 42 نسماً لكن لم يكن ذلك الكل صحيح من كمسين إلى سبعين سأوافق على هذا وربما أكثر سيلز صريح جداً بخصوص جرائمه ويتكلم عنها بلا مبالاة ومن دون أن يتأثر يصعب علي أن أتخيل كل ذلك من دون عنصر القوة كأن يكون قرار الحياة والموت بين يدي تومي سيلز بدلاً من غيره وتقول أنا أتمتع بقوة الله ويمكنني أن أحدد من يعيش ومن يموت قوة من؟ الله هل تؤمن بالله وأنت طبيب نفسي؟ يتحدث الناس عن القوة الإلهية وتلك مجرد طريقة تعبير ولا تعني بالضرورة أنهم متدينون أم لا لم أنتحل دور الله وليس تومي إلها أنه فرض يتمتع بشخصية معقدة ومضطربة دكتور مايكل ستون الطبيب النفسي مقتنع بقدرته على اكتساب خبرة بخصوص عقول المجرمين بمواجهتهم بالأدلة التي تدينهم وكذلك تقييم عوامل قد تكون قادتهم إلى حياة مفعمة بالقتل والفوضى في أحد سجون تاكساس أجرى دكتور ستون مقابلة مع السفاح طومي لين سيلز ولد سيلز عام أربعة وستين ويدعي أن أمه هجرت وأن أحد جيرانه تحرش به جنسيا أنا واثق بأن طفولتي كانت مضطربة هرب في عمر الرابعة عشرة وبعد سنتين تغيرت حياته إلى الأبد خلال مصادفة في بيت كان يقتحمه صعدت وألقيت نظرة لأرى ما يجري رأيت رجلا يلعق قضيب صبي وقلت سوف أقتل هذا الرجل أعرف أنني فقدت صوابي ولم أعد أرى بوضوح وأدركت أن في جيبي مسدسا وكنت واثقا بأنه سيموت كان الأمر بهذه البساطة خلال نوبات القتل يعني سيلز يهاجم الناس بلا تمييز بعض الأشخاص الذين قتلتهم من الرجال أو النساء أو الأطفال بحيث كانت الفرص متساوية لم أرسم نمطا كمعظم السفحين كأنك استبحت قتل أي شخص لم آبه فالدم يبقى دما لم أهتم بنوع الضحية لم يكن قتل محافظ البلدة أكثر إثارة من قتل مشرد في الشارع لا، لم أهتم ما إذا قتلت جورج بوش أو شخصية تايني تام كحقنة المخدرات قمت بالأمر سعيا وراء الإثارة وليس لأجل الجنس ولا القوة ولا لدافع القتل ذاته في أحد الاعتداءات قتل سيلز أفراد عائلة بأكملها طعن امرأة حاملا وجنينها وابنها البالغ ثلاثة أعوام حتى الموت إنه الإحساس بالدم وشعور الآتي من ربط الوشاح حول عنق الضحية ومراقبة العينين والإحساس الناتج عن مشاهدة الجلد وهو يتشقق وشعور المتأتي من غرز السكين ودفعه أنا أعرف أنه حد بالقدر الكافي لكي يصل إلى الأعلى هل اختلف الأمر عندما قتلت أول ضحية؟ هل شعرت بإثارة مختلفة؟ ما زال بإمكاني تخيل جريماتي الأولى بالعرض البطيئ وكل جريمة ارتكبتها بعدها غدت أسرع؟ بل أكثر رتابة ولم يعد بوسعي إيجاد ضالة المنشودة ولم يعد بإمكاني شعور بالإثارة أو بالغضب كما في المرة الأولى إذن شعرت بالغضب بلا أدنى شك كان الأمر أشبه بتحطم لوح زجاجي وانغراز شضاياه الصغيرة هنا بدأ أن سيلز يغذي غضبه الذي كان عارما وقد أدمن إطلاق ذلك الغضب من خلال وسائل عنيفة ومن الغريب في حالة سيلز أن الشر تمثل في الناس أقول اليوم أتعلم يا تامي؟ لا بأس بدكتور ستون ثم أستيقظ غدا وأقول ذلك الوغد حاول انتقادي هل فهمت قصدي؟ أجل وهذا سبب وجود الزجاج هل يستطيع قاتل مثل تامي لين سيلز أن يشعر بالذنب أو التعاطف؟ هل تظن أن شعور بالندم غريب عنه وليس على صلة بحياتك؟ في رأيي هنا يكمن سوء المجتمع فالناس يظنون أن عليهم السعي وراء التسامح والندم والتعاطف مع الأسى وما إلى ذلك من التفاهات لكن برأيي على المرء أن يحلل حياته ويحدد موضع الخطأ ويصلحه ثم يمضي قدما وعندما سأعرف كيف أطلق غضبي وكيف أوقف تأثير شظايا الزجاج قد أشعر بالندم ولو شعرت بالندم ماذا سيحدث؟ أظنوني أنني سأشنق نفسي أو مشابه خلال 22 عاما والتي قابلت فيها قتلة لم أقابل شبيها لتومي لين سيلز كان صادقا جدا ولم يعرف الخوف وترأى لي أن دافعه كان الإثارة التي شعر بها وبالتالي كان مدمنا للقتل بمقابلة قاتل مثل تومي لين سيلز اقترب دكتور ستون خطوة أخرى من فهم العوامل التي تجتمع لخلق قاتل عندما لا يستطيع دكتور ستون الوصول إلى المجرم الأساسي غالبا ما يمكنه الحصول على أجوبة من شريك له عندما يرتكب شخصان جرائم قتل معا غالبا ما نجد خبرة هائلة في حركية علاقتهما سافر إلى نيو مكسيكو لكي يقابل سيندي هندي حبيبة وشريكة ديفيد باركر راي إنه من الأكثر تطرفا بين ممارس التعذيب الجنسي المعاصرين يأمل دكتور ستون تبين ما دفع سيندي هندي للمشاركة بجرائم راي هل كانت شريكة مساوية في عالم راي المفعم بالشر؟ أم أن راي هددها لكي تحقق أحلامه؟ هل أنت مرتاحة الآن؟ أشك في ذلك معصماتي وكاحلاتي مكبلة بالسلاسل وكذلك فمك مسدود هذا صوت ديفيد باركر راي سأخبرك عن أسباب اختطافك وما سيحل بك وكم ستبقين هنا كان راي يخطف النساء أو التوليفات بحسب تسميته كان يعذبهن في حاوية تخزين خلف بيته صممت لهذه الأهداف كان يسميها علبة الألعاب وضع لائحة تفصل وسائله الجسدية والنفسية لتعذيب امرأة هل تبدو الفكرة متسمة بالمبالغة؟ أظن أنها كذلك بنظر غير المطلعين لكننا ننفذها دائما ساعدت سيندي هندي راي على تحقيق أحلامه السادية قام معا باختطاف امرأتين وتعذيبهما عام تسعة وتسعين هربت إحدى الضحايا ما أدى إلى اعتقال راي وهندي يجب أن أكلم ديفيد قبل أن أقول المزيد لأنني لا أريد أن أتأذى أقنع راي هندي بأن تلزم الصمت فعلت ذلك إلى أن وافقت على محادثة دوكتور ستون أود اكتشاف مدى مشاركة هندي في الجرائم التي وقعت داخل علبة الألعاب على أمل أن أعرف المزيد حول طبيعة علاقتهم متى أدركت ما كان ديفيد يفعله أي تعذيب النساء في علبة الألعاب؟ بعد مرور ثلاثة أسابيع على انتقالي للعيش معه في يناير رأيت داخل علبة الألعاب وكنت أظنها مجرد مقتورة للتخزين بحسب ما قاله لي أرادني أن أسمع شريطا صوتيا ووضعه في المسجل ورحت غصغي إليه خطفناك وجلبناك إلى هنا لندربك ونستعملك كعبدة جنسية ستتعرضين لاغتصاب كامل مرارا سخرت من الأمر واعتبرته غريبا غريب هل لديك صفة أخرى؟ كان مضحكا إذ لم يصبق لي أن سمعت كلاما مماثلا رحت أضحك هل أوثقك في علبة الألعاب كما كان يثق النساء؟ لا عملك بطريقة مختلفة عن الأخريات؟ أجل هل صنف النساء في فئتين؟ أجل ألعابه وزوجته بحسب ما ناداني هل خفت منه يوما؟ خشيت ما قد يصيبني كأن يستعملني كتوليفة هكذا كان ديفيد يسمي هن توليفات كان يقول لي إن وضعي حرج دائما أي كان أمامي مصيرات الحياة أو الموت يبدو هذا الكلام مرعبا كان كذلك ولطالما طلب من شخص اللحاق بي وقد اعتبرني توليفة خلال مرحلة من المراحل وما الذي أوقف الأمر؟ قال ديفيد إنه يحبني وبدأ يعدد لي كل النساء اللواتي قتلهم وقال قتلت امرأة في السنة على الأقل على مدى أربعين سنة دخلت هندي إلى عالم راي الإجرامي بإغواء إحدى معارفها إلى منزلهما أصراها وعذباها طوال أيام تعطفت مع أنجلا لأنها كانت صديقتي وقد احتفلنا مع المرارات أطلق صراحها بعد أن وعدت هما بكتم سر اختطافها لكن رغبات راي إزدادت فضغط على هندي أكثر كنت ذاهبة إلى واشنطن فراح يتصرف كالأطفال ورفض البقاء بمفرده أقنعني بمساعدته على تدبيل امرأة له خلال غيابي ساعدت هندي راي على خطف عاهرة اسمها سيندي أيضاً كيف تفاعلت مع ما كانت تقاسي أو على وشك مقاساته كونك امرأة تتخيل ما سيتوجب عن امرأة أخرى تحمله لم أكن لها أي مشاعر لأنني لم أعرفها هل كان الوضع ليتغير لو كنت تعرفينها؟ أجل عرفت أنجلا وتعطفت معها الأمر الوحيد الذي فعلته لساندي كان جلدها طلب مني أن أجلب له ألعاب معينة إلى المخبأ حيث كانت ساندي وكانت مكبلة بالسلاسل ورفعتها أربطة عن الأرض كم كانت ساندي هندي مستعدة للتمادي مع ديفيد باركور راي لماذا لم تحاولي رضعه؟ لم أوقف الأمر كانت رغبته كانت التوليفة ملكة فعلت ما طلب مني أشهرت مسدسا وتفرجت فيما كان راي يعذب الضحية بوحشية ألم ترتعبي؟ لم يبرحها ضربا أو ما شابه فلم عسايا أرتعب لعبت هندي دورا أكثر أهمية في الجريمتين مما يحيبه موقفها وتعليقاتها كان بإمكانها أن توقف أفعال راي الشريرة لكنها لعبت بدلا من ذلك دور المشاركة طوال يدرس دكتور ستون علاقتهما بحثا عن الدافع وراء أفعال هندي الإجرامية هل كان يجذبك؟ لا يسعني تحديد شعوري تجاه ديفيد هل ربطتك به علاقة أب كان يكبرك؟ لا لم تربطني به علاقة أب بابنته لم تعتبره عوضا عن أبيك بالنظر إلى عمره؟ لماذا تطرح مسألة العمر؟ ما علاقة عمره بالموضوع؟ ترأى لي أنه سؤال بريء ذكرت علاقة الأب بابنته علما بأنه ما من شيء يشير إليها لم ألمح إليه لو أردت طرح سؤال فاترح حسنا هل حاولت أن تتخيلي شعورك لو كنت مكان أولئك النساء؟ كنت لأخاف شر خوف هل فكرت يوما في التملص من الوضع؟ لا أعرف لما لم أرحل لكن في بعض الأحيان تسنى لي الفرار لكن لم أهرب أظن أن الفضول اعتراني إذ شعرت بأنني أتعرف إلى سفاح لم يسبق لي أن قابلت واحدا وقد اعتراني الفضول فحسب لقد أردت التواغل في عقله على ما أظن كنا ننوي الزواج في الرابع من يوليو يوم عيد الاستقلال ملائم للزواج نوينا استعمال دراجات هارلي وثياب السباحة ذات القطعتين بقرب البحيرة لو لم تحدث عملية الاعتقال وكل ما تلاها هل كنت لتتزوج به؟ لا أدري إذ لم نبلغ تلك المرحلة ويصعب علي الجزم بسبب نمط حياته فقد حاولت تغييره لم أريده أن يرغب في الحصول على نساء أخرى حتى تلك التولفات؟ أجل لكنه قال لي إنه يستحيل أن يتغير فتلك وظيفته وسوف يستمر في ممارستها مهما كان الثمن عام تسعة وتسعين هربت إحدى ضحاياهما وجرت مذعورة على طريق ترابي وهي عارية كان توق معدني يحيط بعنقها وبعد تلك الحادثة اعتقلت الشرطة ديفيد باركر راي وسيندي هندي هل توقعت حلول يوم تقعان خلاله في مازق؟ لا قال لي إنه يقوم بالأمر منذ أربعين سنة ولم يضبطه أحد يوما كان ضليعا بما يفعله حكم على راي بالسجن مائتين وثلاث وعشرين سنة مات في السجن عام ألفين واثنين أما سيندي هندي فتنفذ حكما بالسجن مدته ست وثلاثون سنة عندما تسترجعين الذكريات ما شعورك تجاه باركر؟ ما زلت غاضبة منه أشتمه في بعض الأحيان ما السبب تعريضي لهذا الموقف؟ زودت سيندي هندي دوكتور ستون بمعلومات قيمة حول عالم ديفيد باركر راي وتفكير شريك المجرم خصوصا في رأيي يمكن ربط مشاركة هندي في الجرائم العنيفة بعدة عوامل إذ تنقصها الأخلاقيات وتسهل قيادتها وقع تحت تأثير رجل مسيطر شخصياته القوية هو راي ومع أنها كانت لترتكب الأفعال من تلقى نفسها شاركت فيها طوعا عندما يقترف أشخاص جرائم معا غالبا ما تكون حركية علاقاتهم عملا أساسيا على غرار سيندي هندي ارتكبت كاثي وود أفعالا شريرة مع عشيقتها عام 87 مات خمسة مرضى بطريقة غامضة في دار عجزة في ماشيغان طلقت الشرطة إخبارية حول لعبة قتل تمارسها مساعدتان للممرضين أريدك أن تخبريني بكل ما تتذكرين من أحداث لا تهمني ما هيتها لكن أريدك أن تستعرضيها من أين نبدأ من حيث بدأ الأمر عندما تهمت كاثي وود وعشيقتها جوين جرام بجرائم القتل أخضع المحققون وود لاختبار كشف الكذب هذا شريط الاختبار الذي أدى إلى إذانتها أتى إلينا المريض يوما وكنا في السرير وقررنا القيامة بالأمر ماذا تعنينا بالأمر؟ في الجريمة الأولى كنا ننوي قتل أحدهم فحسب ربطت بين كاثي وود وغوين جرام علاقة حب جامحة وفيما تعزز الرابط بينهما رسمت خطة فتاكة ظنت أنها ستربطهما إلى الأبد عندما أصبحت موضع شك أخضعت الشرطة وود لاختبار كشف الكذب كم شخصاً مات برأيك؟ أضف يوماً إلى أيام الأسبوع ثمانية أم تسعة؟ ثمانية ادعت وود أن جرام دخلت إلى غرف المرضى وخنقتهم فيما كانت هي تحرس الباب كانت وود مقتنعة بأن كل جريمة ترتكبانها تعزز علاقتهما كان مفترضاً أن تبقى معي إلى الأبد وكان كل مريض يمثل يوماً كان تعاونهما في ارتكاب الجرائم ليمنع أي منهما من التنصل من العلاقة كان مفترضاً أن يدوم الأمر للأبد بالإضافة إلى يوم ثم يومين ثم أسبوع ما أسوأ أمر أصابك من الناحية العاطفية؟ عندما هجرتني جوين هل كانت العلاقة قوية؟ انهيار العلاقة وضع حداً لنوبة القتل التي أصابت وود وجرام والمعلومات التي وفرتها كاثي وود للشرطة تسببت بزجها مع جوين درام في السجن حكم على وود بالسجن من 20 إلى 40 سنة فيما حكم على جوين بالسجن المؤبد خمس مرات المقابلات مع القتلة يمكن أن تلقي الضوء على جرائمهم وتحسم مصائرهم ماذا تعتبر نفسك؟ بما تصف نفسك؟ مؤتصب أولاد ويسلي داند تحرش بالصبيان طوال سنوات لكن في مرحلة ما أمست رغباته أكثر تطرفاً في صباح الاثنين قررت الخروج لبعض الوقت كنت أفكر في التحرش بالصبيان لذا نويت الخروج للبحث عن أحدهم جاب المتنزهات والملاعب بحثاً عن ضحايا لم أعرف الظروف التي سأصادفها لذا ذهبت مستعداً لأي شيء قد يطرأ كنت أحمل سكيناً لقطع شرائح السمك كان عرضه 15 سنتيمتراً وكان في جوربي وجدت رقعة على الخريطة في متنزه في بورتلاند قد يكون ملائماً للعثور على صبي خطف ضاد صبياً وجلبه إلى بيته ركعت على الأرض أمامه وقلت له أريدك أن تخلع ثيابك قال لا قلت له عليك أن تفعل ذلك أسر دعود الصبي وتحرش به طوال الليل كان ولداً لطيفاً وأدركت أن علي قتله في تلك المرحلة كان علي أن أقصد مقر عملي في السابعة كنت أستيقظ عادة في السادسة لذا قلت سأستيقظ في الخمسة والنصف لأقتله هل سبق وقررت كيف ستقوم بالأمر تلك المرة؟ أجل قررت أن أخنقه أعتقل دعود بعد أن حاول اغتطاف صبي من صالة سينما أدين بثلاث جرائم قتل وفي جلسة إصدار حكمه أخبر المدعين بأنه لم يستطع التحكم في رغباته الإجرامية ماذا ستفعل لو أجبرت على العيش في السجن؟ سأبذل كل جهدي للهرب وسأقتل حراس السجن خلال خروجي وسأعود القيامة بما كنت أفعله سابقاً ماء أخرج وما هو قتل الأولاد قتل الأولاد واغتصابهم؟ أجل إذن يجب إعدامك من أجل سلامة الآخرين أجل أعدم ويسلي داد شنقاً عام 1993 لكن ليس كل المجرمين صريحين بقدر ويسلي داد وكاثي وود صافر دوكتور ستون إلى مونتانا ليقابل نيثين بارجونا ويناقش جرائمه اعتقل عام 1999 لانتحاله شخصية شرطي في جريت فولز مونتانا كان يحمل شارة مزورة ورذاذ الفلفل ومسدس سعق أدين بارجونا باختطاف صبيين واغتصابهما وكذلك بإخفاء وقتل صبي في العاشرة اسمه زاك رامزي الشارع الذي كان زاك يسلقه إلى المدرسة كان الرقيب جون كامرون المحقق الرئيسي بقضية زاك رامزي بعد أن عبر هذا الشارع اختفى ولم يظهر بعد ذلك لم يحاكم بارجونا قط على قتل زاك رامزي لكنه أدين بالتحرش بالصبيين ينفذ حكما لمدة 130 سنة بالاحتمال إطلاق صراح مشروط إنه يتاعي أنه بريء من كل التهم فيما يتعلق بلقائي بارجونا وإجراء مقابلة معه أشعر بأنه رجل يصعب إجراء مقابلة معه لأنني أعرف من سجلاته أنه ينكر معظم الأفعال التي ارتكبها وفقا لعدد هائل من الأدلة سبر دكتور ستون أغوار التفاوتات في قصة بارجونا كان يبحث عن نمط قد يشير إلى الحقيقة سيد بارجونا كنت أجري عملية حسابية صباح اليوم ولحظت أنه منذ عشر سنوات وعشرة أيام فقد ولد في العشرة من عمره هل يمكنك تزويدي بمعلومات؟ مبدئيا ما حدث وفقا لتقارير الشرطة التي قرأتها هو أنه كان يمشي إلى المدرسة لكنه لم يصل قط هل لديك انطباع خاص حول ما إذا كانت عودته محتملة؟ لو واجب عليك أن تراهن على الأمر أتمنى ذلك ليس هذا سؤالي جميعنا يتمنى ما كنت لي أشارك في الرهان إذ لا يسعوني الجزم أعني الاحتمالات متساوية لذا لا يمكنني الجزم عندما كنت تحمل مسدس الصعق هل ارتديت ثيابا قد توحي لشخص بأنك عامل اجتماعي؟ ارتديت سطرة تشبه سطرة الشرطة لكن لم يكن عليها رمز أو شارع بمعنى ما كانت لتخدع شرطيا؟ لا أعرف ما إذا كانت لتخدع شرطيا أتظن أنك كنت لتخدعني؟ لست أدري ماذا عن مسدس الصعق؟ لا أعرف قوته كان مسدس صعق بخزا حملته لأجل الحماية حماية من من؟ من أي شخص يريد سرقتي؟ هل يحمل الكثير مسدسات الصعق؟ لست أدري لكن عرفت الكثير منهم إثر اعتقال بارجونا فتش المحققون بيته وجدوا صورا للصبيين الذين اتهم باختطافهما فيما بعد ووجدوا مذكرات مكتوبة بشفرة سرية كما اكتشفوا أمرا مقلقا أكثر فيما كنا نفتش شقة بارجونا وجدنا لوائح أسماء وخصوصا لائحة مكتوبة على ورقة صفراء ضمت اسم زاك رامزي ووردت في نهاية اللائحة كلمة توفي ما قولك عن الصور التي وجدت في شقتك؟ كان هناك آلاف الصور الفوتوغرافية التي ظهر فيها صبيان وجدوا عددا كبيرا من القصاصات ماذا تعني بالقصاصات؟ قصاصات من مجلات تصور مشاهد منوع ومنها مشاهد عيد الميلاد وصور لأولاد وبالغين وأشخاص متنكرين بأزياء عيد جميع القديسين كانت بعضها صورا لأولاد أجل إذن ترى أنك هنا بموجب ادعاءات مغلوطة أترى ذلك؟ أنا بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي والتي أدنت بسببها قدم بارجونا سلسلة من أساليب التحييد والنكران وأراد إقناعنا بأن ظروفه المؤسفة ناتجة عن سلسلة من المصادفات لكي يخترق دكتور ستون تهربه حول انتباهه إلى ماضي بارجونا كم سنة أمضيت في مونتانا؟ خمس عشر لماذا انتقلت إلى مونتانا؟ سئمت ماساتشوست ألطفح كيلوها منك؟ على الأرجح أعني كثرة الضرائب وأردت إحداث تغيير عام ثلاثة وثمانين قررت تغيير اسمك فلماذا غيرته؟ أردت اسما يهوديا أكثر لماذا؟ لأنني يهودي حقا يتربى المرء على ذلك كوني لم أتربى على ذلك لا يعني أنني لست يهوديا انتقلت إلى ولاية أخرى في أقصى الغرب وغيرت اسمك وكأنك أردت نسيان أمر أو إغفاء ما من داع لقول ذلك برأي قمت بالأمر وانتهى طبقت حكما بالسجن للمعتدين الجنسيين في سجن محصن فما كان السبب؟ محاولة قتل ماذا حدث تحديدا؟ لن أخوض في الموضوع لقد حدث منذ فترة طويلة في ماساتشوسيتس أدين بارجونا بانتحال شخصية شرطي وباختطاف صبيين ومحاولة قتلهما أمضى أربع عشرة سنة في مؤسسة محصنة للمعتدين الجنسيين وبعد شهر واحد على إطلاق صراحه عام 91 حاول اختطاف صبي آخر وضع تحت المراقبة لسنتين شرط أن يغادر ماساتشوسيتس هنا لديه عدد هائل من المعلومات يجدو إقفاؤها بعد أن قرأت عن ماضيه وعرفت ما فعله بضحايا كثر ارتأيت أن من الجنون أنه حرر من السجن ذكرت التقارير مراراً خلال سنواتك في ماساتشوسيتس أن الفضول اعترك أيضاً بخصوص مذاق اللحم البشري لم أهتم يوماً لأي نوع من أكل لحم البشر بمساعدة مكتب التحقيق الفيدرالي تم تحليل المذكرات المشفرة التي وجدت في بيت بارجونا كان قد كتب وصفات لإعداد الصبيان الصغار والأولاد المقليين على الطريقة الفرنسية وغيرها من الكتابات الرهيبة المتعلقة بأكل لحم البشر في التقارير النفسية التي قرأتها بخصوص فترة وجودك بمساتشوسيتس ذكر مراراً أن أحلاماً عنيفة سورت قلت لك لن نسلك هذا الاتجاه إن استمررت في سلك سأنهض وأخرج إذن كان طفولتك رغيدة بحسب قولك لكن في الوقت نفسه اعتراك الغضب أنا ذاك كنت شخصاً غضباً بشدة وما الذي جعلك كذلك؟ لأنني تعرضت للاعتداء في طفولتي تعرضت للاعتداء والاغتصاب والتعذيب لم أتكلم عن ذلك إلا بعد عشرين سنة على الأقل وبالطبع كان انقضى وقت طويل على زوال ندوب الإصابات الندوب الجسدية لكن ليس الندوب النفسية لو تعرضت للاعتداء كما قلت من المنطقي أن تساورك أحلام عنيفة كنت غاضباً بسبب ما فعلوه بي لكن لم تساورني أحلام حول الانتقام أو ما شابه كانت لتساور معظم الناس هل يدهش كذلك؟ ماذا؟ تساور معظم الناس لماذا؟ هذه هي الطبيعة البشرية تقول لي إن هذا النوع من الأحلام لم يساورك يوماً يبدو كلامك غريباً لا في رأي قصة الاعتداء التي تعرض له في طفولته غير مصدقة تتسم بالمبالغة كأنه يختلق تبريراً للجرائم التي ارتكبها مع استمرار التحقيق في أمر بارجونا في مونتانا اكتشفت الشرطة مزيداً من الأدلة المدينة عام تسعة وتسعين بعد أن ضبطناه متنكراً بثياب شرطي حصلنا على مذكرة لتفتيش مرآبك نباشنا كل الطراب ووجدنا عظاماً وأشلاءاً بشرية وجد المحققون واحداً وعشرين جزءاً من عظام طفل ماذا عن العظام التي وجدت في مرآبك؟ تجعلني أبدو شريراً يودو الحق الأذى بالآخرين عندما صدرت نتائج تحليل الحمض النووي الخاص بالعظام أمست قصة نيثين بارجونا أكثر تعقيداً فالعظام لم تكن لزاك رامزي في النهاية أسقطت التهم الموجهة إلى بارجونا في قضية رامزي أدين بارجونا باختطاف صبيين آخرين والتحرش بهما وما زال زاك رامزي مفقوداً هل تشعر بأنك ضحية للكذب؟ أجل بالعودة إلى الصبي المفقود بما تريد أن تختم كلامك؟ بأنني بريئ وإذا كان الولد المفقود لا يزال حياً أرجو أن يظهر بعض الأفعال واردة على لائحة محرمات المجتمع حتى أن الأشخاص الذين يرتكبونها يميلون إلى الكذب بخصوصها ونكرانها ويتبعون شتى الوسائل لكي يتهربوا من واقع محتوم وهو مشاركتهم في الأفعال المثيرة للنفور وغير المقبولة اجتماعية قدرته على تجنب الحقيقة لافتة جداً لا أود أن أتحايل عليه لأنه يستطيع الكذب والخداع وذلك على نحو لم أرى مثلاً له العنف الإجرامي خصوصاً عندما يكون ذا مسحة جنسية غالباً ما يوجه ضد أفراد المجتمع الضعفاء يريد دكتور ستون إجراء مقابلة مع سفاح كان يستهدف العاهرات سافر إلى شمال نيويورك لكي يلتقي بأرثر شوركراس أنه قاتل اشتهر بملاحقة ضحاياه كان شوركراس يخنق ضحاياه ويشوههن أحياناً قتل إحدى عشرة امرأة كان سؤال يشغل دكتور ستون وهو يستعد للمقابلة يهمني أن أعرف دوافع القاتل الذي يلاحق ضحاياه أود أن أسألك عما إذا كنت تتذكر فترة من حياتك كان وضعك خلالها سوياً قبل أن يسوء هل عشت فترة من السعادة؟ يدعي شوركراس أن طفولته كانت مضطربة عندما كنت في الرابعة تعرضت لحادث مع أمي أنا ذاك تعرفت بالجنس وتحديداً الفموي وعندما بدأت أمارس الأمر نفسه مع أختي الصغرى قلت لأمي أحب أختي جاني بشكل يتعدى حدود الأخوة حاولت إقناعي بأن الأمر لن يتحقق لأنه ليس صائباً هل يمكن أن يساهم اعتداء جنسي في الطفولة في تبرير المسلك الملتوي والعنيف الذي اختاره شوركراس بعد بلوغه؟ بدءاً من عام 88 قتل آرثر شوركراس وشوه إحدى عشرة عاهرة في شمال نيويورك ادعى أن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها في طفولته أفسدت شخصيته كان شوركراس متوحداً وانعزل عن أفراد عائلته وزملائه في المدرسة كنت أغضب لحظة سماعي أي صوت هل هناك من مبرر لغضبك؟ لا كان شوركراس يخوض عراكاً لأي سبب وفيما اعتدى على زملائه في الصف كان يقلد مؤثراً صوتياً رأاه في القصص الهزلية مثل بانج باو تراك وبعد أن كبر أمس عالمه أكثر غرابة وخطورة هل خطرت لك أفكار لها علاقة بأمك؟ أعني هل شعرت يوماً برغبة في تقطعها؟ لا أريد الإجابة عن هذا لأن ذلك سيكون مبرراً أعتقد ذلك خطرت لي تلك الأفكار وأردت أن أرها في أسوأ أحوالها إثر العلاقة الجنسية التي أقمتها معها؟ في التاسعة عشرة انخرط شوركراس في الجيش وأرسل إلى فيتنام ما الأحداث البارزة في تجربتك في فيتنام؟ هبطت في سايغن في مركز التجنيد رقم 93 وأمضيت هناك تسعة عشر يوماً ثم انتقلت إلى كونتون وكنت خبير أسلحة كنت أملك خيماتي الخاصة وفعلت ما يحل لي وسألت الضابط هل سبق أن تسلق أحد هذا الجبل؟ وكان اسمه جبل المتطيرين فأجابني لا لم يتسلق أحد قط فسألته هل تمانع في صعودي إلى القمة؟ فأجاب سوف نرتب لذا شققت طريقي على جانب الجبل وإذ بي أرى مجموعة كبيرة من النساء والأولاد والرجال المسنين يعترض هول الشخص العادي عندما يسمع قصصاً كهذه لأنه لا يصدق أن أحدهم قادر على ابتكار قصص قديمة وعجيبة وضباط الجيش مقتنعون تماماً بأنه لم يشهد يوماً معركة لذا هبطت على الجهة الثانية من الجبل واستمرت بالنوزول نحو المستنقع رأيت امرأة مسنة تنزل وكانت تحمل ثلاث بنادق بهذه الزراع وثلاثاً بهذه كانت تنزل في مسار ضيق عرضه 15 سنتيمتراً ثم أخذت البنادق ووضعتها في شجرة جوفاة اقتربت من خلفها وأخرجت سكيناً من حقيبتي وغرزته في مؤخر رأسها ووجب علي تسديد ثلاث أو أربع ضربات كي أقطع رأسها التفاصيل حول تشويه مهربة الأسلحة على قمة الجبل في فيتنام توشك على محاكاة الاعتداء الانتقامي الذي كان يود شنه على والدته وفيما تقدمت على المسار رأيت دخاناً يتصاعد من الكوخ الأخير وقد صعدت على جذع شجرة ونظرت إلى الداخل فرأيت فتاة تعد ألغاماً بواسطة البرود أو ثقت يديها وجررتها إلى الجبل وربطتها في شجرة ثم أخذت جثة المرأة الأخرى وبطرت ساقها عند مستوى الركبة والفخذ وسلقت جلدها بحيث أحدثت ثقباً بهذا الحجم ثم مررت غصناً عبر العظم ورحت أشوي الساق فوق موقد أشعلته وبعد ذلك قضمت اللحم وكان لحماً بشرياً لكونه حبك قصصاً عجيبة وخيالية حول فترة خدمته في فيتنام يوحي بأنه يميل جزئياً إلى تصوير نفسه كشخص عانى الأمرين لكن ذلك لم يحدث كما أنه لم يشارك في الأمور التي يدعي أنه فعلها أصبحنا نعرف بعد أن درسنا السفحين أن عدة عوامل تجعل الشخص معداً لارتكاب الجرائم التي يرتكب بالنهاية لكن لا تظهر كل المميزات لدى كل قاتل متسلسل ونادراً ما نرى اللائحة كاملة لكن لدى شوركروس أظن أن اللائحة موجودة بأكملها من خلال الاستجواب أو اختبار كشف الكذب أو مقابلة يجريها طبيب نفسي تفتح كلمات المجرمين نافذة مروعة على عقلهم الشريرة الصوت يريد ابتلاعك أنه مصاص دماء تزود كل مقابلة دوكتور ستون بقطعة أخرى من الأحجية لا نعرف دائماً فيما سنورط أنفسنا مع مجرم معين فكل مجرم لديه قصة مختلفة وقام بأفعال مختلفة ما يجعله فريداً على الرغم من التحديات يستمر المحاققون الشرعيون بسبر أغوار طبيعة العقل الإجرامي على أمل أن يكشف أخيراً أسرار أكثر الناس شراً ترجمة نانسي قنقر